ما هو حاوله الأول أنه يعني ما فيش يعني ما سابش أي حاجة وبعدين النهاردة على فكرة كمان من الحاجات اللي أكيد انت خدت بالك منها سمعتك ونت بتتكلم أنه هو المرحلة اللي جاية لن يكون للفساد ما كان في مصر بعد كده الفساد يعني الجاشة على التجار والمش عارف لإيه لأ بقى والممينة اللي بتبقى معهم دي كده لأ معلش وخلاص معلش ما فيش حاجة هتفوت تاني ما فيش حاجة هتفوت لا هو كلامه النهاردة أنه ما فيش حاجة هتفوت المرحلة اللي جاية دي غير اللي فاتت يعني اللي فاتت كان البنى ووضع الأساس والحفاظ على حدود مصر احنا كنا هنتفتت يا شو صحيح يعني كنا هنتفتت يعني كان وكلام كل المجعجعين وكل اللي هنا اللي كانوا الأعداء اللي من جوه واللي من بره أنه مصر زي بقية الدول يعني مصر النهاردة ثمودها بهذا القائد العظيم وإصراره على الوطنية المحترمة الحقية يعني هو اللي خلى النهاردة في دول عربية كمان بتستردع فتح طيب أنا يمكن فضلي بالزبط دقيقة عايزة أسأل إيه اللي الأستاذة فريدة عايزة خلال الست سنين اللي جاية حتى لو قلت لي حاجة واحدة عايزة أنه يقضي على الفساد دي أهم حاجة أنا بالنسبة القضاء على الفساد هو بداية البناء الحقيقي وإنه كل اللي قالهنا النهاردة يتنفس بالمتابعة مش يعني الكلام والوزراء كل الوزراء اللي هيجوا كل المسؤولين والمحافظين وكله يبقى فيه متابعة ليهم إنه ما فيش حد ييجي المكتب ويقعد كده يعني وتمام سيادتك كله زي الفل بالزبط كده أنا عايزة أشوف قدامي بقى تقارير بجد إحنا عايزين المصر زي الفل فعلا وحتبقى هتبقى الدهو أدود